بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فيؤمر بنفخ الروح فيه ويؤمر بكتب أربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد والذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الشريف كلام عن قضيتين غاية في الأهمية القضية الأولى قضية الخلق خلق الإنسان حيث خلقه الله تبارك وتعالى على غاية ما يكون التقويم والتكريم خلقه على مراحل نطفة أربعين يوما ثم علقة أربعين يوما ثم مضغة أربعين يوما في بطن أمه ثم ينفخ فيه الروح وهذه المراحل بتفصيلها جاءت في القرآن الكريم أيضا على تفصيل أدق حتى إن علماء الأجنة قالوا إن هذا الوصف أدق وصف لمراحل تكوين الجنين في بطن أمه وهذا الأمر من أماراته وعلامات صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى أما القضية الثانية فهي قضية القضاء والقدر لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في هذا الحديث الشريف أن الإنسان يكتب عنه أو يكتب له وهو في بطن أمه رزقه وأجله وعمله وهل هو من أهل السعادة أو من أهل الشقاء وهنا يأتي سؤال إذن لماذا نعمل حتى إن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبرهم عليه الصلاة والسلام بذلك استغربوا وسألوه وقالوا يا رسول الله فيما يكون العمل لماذا نعمل فقال صلى الله عليه وآله وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له لا بد أن نفهم قضية القضاء والقدر في ضوء علم الله لأن الله تعالى قد علم بعلمه المحيط الشامل القديم بهذه الأمور وصفة العلم صفة انكشاف وليست صفة تأثير يعني لا تؤثر على سلوك العبد ولنضرب على ذلك مثالا لو أن أحد المدرسين والأساتذة له مجموعة من الطلبة وهو يدرس لهم وقبل أن يمتحنوا أخبرهم وقال فلان سينجح وسيكون من المتفوقين وقال عن الآخر أما فلان فلن ينجح وهو باق للإعادة من قبل أن يبدأ الامتحان ومن قبل أن تظهر النتيجة ثم تظهر النتيجة على وفق ما أخبر هذا المدرس وذاك المعلم فهل كان لعلم هذا المدرس أثر أو تأثير على سلوك الطلبة؟ أبدا وعلم الله تبارك وتعالى مختلف لأنه علم لا ينفك عن ذاته سبحانه وتعالى إذن فالعلم صفة انكشاف وليست صفة تأثير فلا يجوز بحال من الأحوال الاحتجاج بالقدر لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرنا وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له وهنا تأتي عبارة نختم بها وهي عبارة للإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأن كلماته هي من مشكات النبوة قال إن الله قد أراد بنا وأراد منا فما أراده بنا طواه عنا وما أراده منا أظهره لنا فما بالنا نغفل عما أراده منا ونسأل عما أراده بنا أي أن الله قد قدر لنا وقضى علينا أمورا وأمرنا بأوامر ونهانا عن نواهن فما بالنا نغفل عما طلب الله منا ثم نعود ونسأل عما أراده الله تعالى بنا لذلك فإن مسألة القضاء والقدر مسألة عميقة لا يجوز التعمق فيها حتى إن الإمام أبا حنيفة النعمان عندما كان يأتي أحد ويسأله عن القضاء والقدر يقول له الناظر في القدر كالناظر في الشمس كلما ازداد نظرا كلما ازداد حيرا وختاما فإن هذا الحديث الشريف ينبه على أن الأقدار غالبة وأن العقب غائبة وعلينا أن نكتهد وأن نسأل الله الثبات والسلام وأن الله تعالى يكتبنا عنده من الفائزين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أقمنا بالحق وأقم الحق بنا ووفقنا إلى ما تحب وترضى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين